اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر صافرية هذا اليوم لمعال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بمناسبة زيارته للمملكة وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالأمين العام مشيدا بالجهود التي يبدلها وجميع العاملين بالجامعة للارتقاء بآلية عمل جامعة الدول العربية نحو آفاق أرحب في مجالات العمل السياسي والديبلوماسي والتنموي وتعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية والسعي لتحقيق تطلعات الشعوب العربية وأمالها في مستقبل آمن ومستقر وأكد جلالة العاهل المفدى تأييد مملكة البحرين لكافة المبادرات ولأي جهد وتحرك عربي يهدف إلى خير الأمة العربية ويعزز وحدتها ويحفظ لها أمنها واستقرارها مشيرا جلالة الملك المفدى إلى الأوضاع التي تمر بها المنطقة والتي تتطلب منا جميعا وحدة الصف والتكاتف والتأذر والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات وبحث جلالة الملك المفدى مع الأمين العام للجامعة العربية مجمل المستجدات على الساحة العربية حيث طلع سيد أبو الغيط بل أطلع جلالة الملك على دور جامعة الدول العربية ومساعيها الرامية إلى توحيد الجهود وتنسيق المواقف بين الأشقاء العرب معربا عن بالغ شكره وتقديره لصاحب الجلالة على دعم مملكة البحرين للجامعة العربية لتواصل دورها في خدمة قضايا الأمة العربية وتعزيز التضامن العربي مشيدا الأمين العام بالمواقف العربية الأصيلة والمشرفة لمملكة البحرين في الدفاع عن القضايا العربية العادلة